عقد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري وعضو الجهاز المستشار وائل الشيمي اجتماعاً مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما جرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لذوي الهمم للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقاً وواجباً